بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل أصحابي أجمعين رحبكم جميعا شاء الله تكونوا كاملة بخير بصحة جيدة كمان رحكم تشوفوا قلب اللوز تتبعوا معي الفيديو للأخير نرحب بكم مجددا هذا الوصفة تعقل باللوز رح نعطيكم كامل التفاصيل وكيفاش ينجح لكم قلب اللوز هذا الوصفة اراني خليتها معند الشيف فارس يعني انا من المعجبين بذب الشيف فارس ونحييه ونقول وعطيك الصحة على الوصفات الناجحة اللي تقدمنا فيها وجزاك الله وكل خير ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير في هذا القلب اللوز كي ما قلت لكم المقادير جد جد بسيطة ما فيهاش بزاف ومش رح نحط نقهات وما رح نحط يعني مكونات كي ما قلت لكم بسيطة أول حاجة نبدأ وعبركة الله بسم الله الرحمن الرحيم نبدأوا بصيرو وهو اللول رح نحط ست كسان ماء يعني الكيل اللي تكيدي به في اللول تكملي به كامل المقادير هنا ست كسان كي ما ما رح نخذ ايضا في سميت تاع قلب اللوز ايضا رح نخذ ست كسان اذا خذت يا ربعة في الشاربات ايضا تاخذ يا ربعة باش هكا يكون قلب اللوز تاعك شارب مليح ايضا ست كسان رح نضيف عليهم كث كسان من السكر يعني هي تخذوا الكيل اذا خذتوا السميت تاع قلب اللوز ربعة كسان تخذوا شاربات ربعة كسان اذا خذتوهم ستة تخذوا الماء ستة رح نحط الليمون ونحط ميت غلاوة على النار كما يهزوا الغلوة رح نحسب عشرة دقائق ومنطفين وندركوا نروحوا لباقي المكونات تاع قلب اللوز عندي هنا اخذت ست كسان هذا الكاس اللي كي يلت به رحو يهز حوالي متين انتم اكيلوا باي كاس عندكم المهم هنا تكملوا كامل بالمقادير هنا عندي سميت تاع قلب اللوز متوفر في الاسواق عندي السكر مزهر البن وايضا الزيت هنا يا رشة تعملح رح نضيف عليها سميت هيا سميت تي شر يكون سميت احرش يعني خاص بقلب اللوز باش ينجح لكم بقلب اللوز انا اخذت هذا الوصفة كما قلت لكم تعاشى فارس وكانت ناجحة السر الاولي باش ينجح لكم فيه قلب اللوز هو البلاق لانه قادرة تحزي المقادير هذي وتحطيها في بلاق يكون كبير رح تجيك رقيقة وتجيك ميابسة وايضا اذا اخذت بلاق صغير ورح يجيكم قلب اللوز خشين بزاف ورح يجي معجن لازم قبل ما تدري المقادير تاعك اللي كيلتي بهم تروح يجيبي بلاق وتشوفي السمك تاع سميدة في هذك البلاق اذا كان واحد سنتيمتر كم لي بقي المقادير وكم لي دري في البلاق اللي يلقتي لازم السر الاول هو البلاق في قلب اللوز هو البلاق راني نعاود دلكم ونزيد نعاود لانه كان بزاف ليوخذ نفس المقادير وما تنجح لوش قلب اللوز من بعد ما كيلت البلاق وجاتني فيه مليح والبلاق هذا على ما اظن سبعة وثلاثين على سبعة وعشرين تقدر تدري بالكسنتة او موليد رح تجيك مببوطة رح نضيف باقي المكونات عندي السكر ثلاث كيلات ست كيلات مع ثلاث كيلات راني نعاود في المقادير ست كيلات مع ثلاث كيلات سكر ونخلطها مع هذه الرشة تاع الملح وراح نضيف عليهم الزيت يعني كالزيت تقدري هنا يدير يسمنه زبدة او اللي متوفر عندك أنا درتها بالزيت وكانت عندي وصافات كينا عندي قلب اللوز في القناة محشية بالكوكا وايضا عندي قلب اللوز عادي كما هذا اللي كنت درته بالزبدة والزيت واليوم رح نديره لكم غير بالزيت وهنا يا ما ضفتش انه كهات الفاني تقدري استغناء عليها اذا كانت مش متوفرة ولي تحب تنكب الفاني اتحض رح ندخل مليح الزيت سميد وصكر هذه وصفة سريعة لانه نقدر ايضا نضوبوا السكر مع مزهر في الخلاط ولكن معليش السكر رح يضوب رح يضوب بالنسبة للبن في المناطق العربية الاخرى البن عندهم الحليب احنا البن رح نحكم الحليب تاع البقرة او اي حليب ونروبوه يوم كامل من بعد ما يروب رح نمخذوه كما نقولو حنا يا او نحركوه مليح 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 حتى تخرجنا هذيك الزبدة الزبدة هذيك واللي يبقى هذيك هو احنا نقولولو البن يعني في المناطق اللي خلا ما نعرفوش يقولولو المهم يعني فهمتكم وش يعني البن عندنا هنا في الجزائر ورح نضيف الكاسع مزهر يعني نفس الكيل اللي كيلت به سميد كيلت به سوائل ورح نخلط متعجنيش نخلط كامل المقادير في بعضياتها راني لون ليكم من قلبي وكامل الوصفات اللي نعطي هالكم رح مطبوطة وكن جربتها من قبل رح تدير كتا عصره رح تخرج منه العصارة ما تخفيش هذا هو قلب اللوز لازم يكون جاري ماشي جاري بزيف ولكن المكونات اللي حطيتها فيه رح تخليه يكون جاري شوية هنا تقدر تدري هذا الوصفة اذا كنتي مزروبة تقدر تدريها في في ساعتها وتاكلها وايضا اذا حبيتها تخرج الكناج حاكي متاع المحلات تدريها صباح او في الليل وخليها يوم كامل تشرب مليح مليح بتجيك معسلة ومليحة ونحن قدرتها النقطة صباح بكري ودرتها وخليتها حتى للليل هذه الوصفة تعتع قلب اللوز على اول رمضان رح نخليها نحن قليها حوالي خمس دقائق او عشرة ماشي بزيف هنا البلاء راني ندهن فيه بالزبدة واذا كان ما عندكش الزبدة ادهني عادي بالزيت نحب الحاجة نحطها في الفور تكون مدهنة بالزبدة تشعطيني نتيجة افضل وراح نفرغها في البلاء ونوزحها بغير بشوية لنرصش عليها ونجيب اي حاجة وننملس بها السطح من فوق حتى ولو كان بمغرف هنا يبه يجيني لكامل متسويين من بعد رح نحرك نهزه شوية ونخطه كما نقوله وراح نطراسي الحبات ونقوم بتاع قلب اللوز هنا انا شعلت الفرن درجت حرارة 180 ونخليه ونخليه حتى يوخذ كيف اشتعفه باليطاب على الحواف تقوها كاملة احمرت هنا رح نقليه في الفرن حتى يطيب ويخذنا اللون الاحمر في الجوانب هنا نروح للشالبات شالبات بعد ما طابت ضفت عليها فنجلت عماء الزهر وضفت عليها عطر اللوز باش يعطيني هذك المذاق تعلوز وراح نضيف عليها ملعقة صغيرة او نصف ملعقة صغيرة من عطر الماء الزهر وهذه كاضافة تقدري تضيفها تقدري ما مضيفي عش باش يجي كبير مع السل رح نضيف نين ملاعق من العسل تقدري تضيفي كثير ايضا ونخليه الشالبات تبرد هنا بعد ما طابت قلب اللوز وشوفوا الجوانب كيف هاش حامرة رح نحط عليها المالقارين او السمن من الفوق رح نحطوه على الوش ساحا هذه الخطوة لازم تدروها باش يجيكم قلب اللوز ناجح وراح نخليها تاخذ اللون الاحمر من الفوق طيبها من الفوق او من بعد ما طابت راي جيت روعة جيت ما شاء الله هنا رح نشربها رح نشربها لكن شفتوا قلب اللوز عكم مشرب في الاول عارفوها باللي ناجحة رح نشربها في الاول وم بعد رجحها في الفرن وم بعد نعود نشربها انا هنا شربتها على بلات مرات ونخليها في الفرن تشرب مليح هنا بعد ما شربت شوفوا الشكل تح النهائي راني جيت ناجحة مئة بالمئة ونشكر بزاف شيف فرس على الوصفات تاعو يعني اول مرة درت قلب اللوز تاعو وجاني ناجح شوفوا هنا رحو شارب مليح ومعسل صراحة مقدرتش نهزو شوفوا كيفاش متشاقق تشاققات هذي تعرفوا باللي قلب اللوز رحو ناجح وشارب ومعسل مليح وانتمنى ان هذ الوصفات تكون نلت اعجابكم وارذاكم وتخذوا المقادير مضبوطة خاصة السني ونكرروا نعود السني هو اللي رح ينجح لكم قلب اللوز في الاخير مقالي غير نودعكم ورمضان كريم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته